اليوم سنحكي إن شاء الله على البروستات على دور ديالها وين جايها وعلى الأعراض تدخم البروستات والعلاج ديالها تبعوا ما يتفهموا بإننا هنا رأني في الجهة السوفلة وسط البطن وشاني نشوف أني نشوف المثانة دور تعل المثانة هادي هي تخزين البول حشاكم صحة تحت المثانة هادي رأني نشوف واحد الحبة هنا اللي عندها الفورم تاع حبان الجاس ولا حبات فاح هادي الحبة هادي اللي تشبه الحبان الجاس هادي اللي جاي مباشرة تحت المثانة هادي اللي يسموها البروستات الدور تعل البروستات وشنو هو هو صناعة هي اللي تخدم السائل المناوي هادي السائل اللي خرج عند الجماع وعند القف اللي يسموها الماني هي اللي تخدموه كي تتخلط مع الحيوانات المناوي صحة باش تفهموا الأعراض تعتدخم البروستات لازم تفهموا الميكانيزم تعتبول كيفاش يصر صحة المثانة هذه فيها ألياف عضالية ألياف العضالية تعطيناها خاصية مطاطية معدها إلاستيك ومعندها المثانة هذه تقدر تتقلص وتقدر تتجعد ساحة دوك ربي خلق لنا هنا مع المخرج تعمل المثانة خلق لناها أحد العضالة هذه العضالة كما تكون حب تبول تكون مغلوقة تتزير وما تخلي حتىها جوز سبحانه دوك انت كتراح تحب تبول كتراح تتبول حشك هذه العضالة هذه تتفتح تتخلي البول يجوز ويخرج دوك البول هده كي يخرج وين يروح البول هده يجوز على يخرج من المثانة يجوز على واحد القانات يسمها القانات البولية الخارجية ولا الإحليل حتى يخرج لبره عبر القاذيب ساحة دوك كان واحد الملاحظة لازم ديلك لكم اللي هي أنه كان واحد الجزء كبير تاع الإحليل تاع القانات البولية هده ل�elijkزء داخل البروستات تسميه الجزء عبر البروستات جزء في و点 البروستات كما رأيكم ترون هنا ترون هذه القناة لكائن داخل البروستات لذلك نحكي لكم عنها لكي تفهموا الميكانيزم والأعراب تدخم البروستات صحة ما هي الأمراض التي يقيسون البروستات كانت ثلاثة أمراض أساسية كانت الالتهاب كانت السرطانات اللي هم الأورام تدخم البروستات وكائن المنتشرة بزاف اللي هي أكثر انتشارا واللي هنحن نهضر عليها في هذا الفيديو وخدش الأخرين ما هنحن نهضر عليهم نهضر عليهم الفيديوهات وخدش الأخرين الثالث هو تدخم البروستات اللي هو أكثر انتشارا لماذا أكثر انتشارا لكي نعطيكم فكرة ونظرة هذا تدخم البروستات يتوشي 50% من المرجال التي في عمرهم كثير من 60 سنة ويتوشي 90% من المرجال التي في عمرهم كثير من 80 سنة لكي نعطيك فكرة صحة وما هو هذا تدخم البروستات يجب أن تعرف بلئ البروستات العادي يوزن قل من 35 غرام و 40 غرام يتوشي 50% من 40 غرام يتوشي 50% من 35 غرام هنا نفطة دخمة تسمى البروستات الكبيرة صحة كي تكبر هذا البروستات ما ستقوم بلئ ما هو الأعراض ما ستقوم بلئ البروستات كي تكبر مثلا تتضيير على القناة هذه شاهدوا القناة هذه الأحليم لدخل الداخل يتضيير عليه كي تتضيير عليه سيضيق يضيق يتضيق ويقوم بلئ لا يقوم بإيقام كما كان في الوقت سيضيق هذا الوقت ستعطيك أعراض ما هم هذه الأعراض الأعراض هذه مثلا تكون تسرع في البول لا يكون شخص عادي يحب يحب يدخل طوالات ثانيا يقدر يعطيك أعراض مثلا تدفق البول كما مثلا تكون حشك تبول عادي تدفق يكون عالي فجأة تبول بالعقل تدفق ينقص يقص تدفق يقص يقص ينقص فقط يؤمن أن الأعراض تضخم البروستاة يؤمن أعراض في الليل تقول تولي تنوض مرة زوج ثلاثة هاد الاعراض هادو ايولوش يلعبون لك على المورا لتولي تقول انا ما كوش هكذا بكري انا لعملي فات ما كوش هكذا حاجات بدلت فيها كي تلحق لهاد المرحلة تولي تتساءل معروحك النصحك تشوف طبيب واش مطبيب طبيب العام ولا طبيب المسالك البولية واش رح يدر لك طبيب المسالك البولية ولا طبيب العام رح يدر لك فحص هاداك الفحص ننصحك هحنا نهدر عليه باش ننصحك فين باب الناصيحة والتوجيه لله هذا الفحص هاد هي دخلك اسموه لتائف توشيغكتال بعدها رح يدخلك صبعه فتحة الشرج باش يشوف ويفحص البروستات هادية يفحصها من نايا ماشي رح يشوف او كبرت صح ولا ما كبرتش رح يشوف او يبسه ولم يشوف او مش يبسه رح يشوف او كين عقيدات ولمك اش عقيدات وبعد ما تم رح يشوف او كي لازم لك بيلان اسك لازم يدر لك الكوغرافي باش يشوف الحجم لعالبروستات حرراهي اسك لازم لك ايرام على حسب واش رح يلقا رح يدر ماندين طبيبك يعرفه ما فيها حرج دير في بالك باللي طبيب هادره وشاف آلاف المرضى قبلك تمانتايا بالنسبة لي شغل عادي جدا داكور خشكين بزاف ناس يحشمو وميحبوش يروحو على جل هذي برك او كان النصحك صحا نفترض انتا ما رحت لطبيب خليت راحك واستهزيت وش يقدر يصرع؟ الأمر اللي يقدر يصرع هو أنه هذه القناة هذه الإحليل تتغلق تماما تغلق كمبلاتما كي تتغلق كمبلاتما تولي البول لا يقدر يصرع هو أنه يتغلق هنا كي تتغلق كمبلاتما تتنفخ المكسيموم كما تتنفخ المكسيموم تعطيك استرقاوي وانتا لا تستطيع تدخل أو تدخل وانتا لا تستطيع تدخل هناك الناس تستعجالات ويصبح الاجتماعات وماذا يفعلهم في الاجتماعات؟ في الاجتماعات يفعلهم الأنبوب هنا من القاضي بمبرا هذا الأنبوب يسمونها الصندورينار يدخلها حتى المثانا وهذا الأنبوب سيخرج البول سيخرج حتى هنا اضع الكيس أو بوش من بوش الذي تدخل البول الذي تحكم البول صحة هذه مجرد 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 في استعجالات صحة بصحة السبالية البروستاتي يكونوا مازال مع الجوهش لذلك يجب أن تبع عن طبيبك لكي يداوي البروستاتي نفطر الدوكة دعوك دعوك استعجالات و دعوك ماذا يمكن أن يحدث بعد الجسم لذلك دعوك ماذا يحدث؟ المثانا هذه سوف تفقد الخاصية المطاطية التي أخبرتكم عليها عندما تفقد الخاصية المطاطية تقول فلاسك تقول مثل مرخية مرخية ماذا يحدث؟ سوف يحدث بما تستطيع التفقد كل ما تفرغ و كلما تتبول حيث أن أن تتبول لذلك لماذا سوف يقوم بك المثانا هذه لم تستطيع تغيير روحة لكي تفرغ ماذا يحدث في الداخل حيث ان تكون البكتيريا سوف تتكاثر عندما تتكاثر البكتيريا سوف تعطيك انفكسيون انفكسيون فيا بعد كابا تطلع و تقياس التنفيكسيون وهو ويجب أن يتعشف في كارثة ويجب أن يجب أن يتعشف هذه المشاكل صحة نحن ندره على الطرق العلاجية الطرق العلاجية كانت ثلاثة طرق علاجية طرق لا دوائية وما يريد أن يقول لا دوائية؟ يريد أن يكون مدحق تدوع وهو يلعب لك على نابط الحياة إذا تشرب في المشروبات الكحولية تحبسهم إذا تكون تكيف تحبس الدخان إذا لا تكون تدير سبور إذا تكون تشرب دوائية لينقصوا من فعالية التبول لأن هذه الدوائية على القلبة وينقصوا من فعالية هذه سواء تبدلهم سواء تحبسهم على حسب الطبيب هذه لا دوائية إذا لم تفادوا فيك يعطيك واحد الدوائية تشربه هذا الدوائية سينقسم الضغط على قناة الإحليل إذا هذه الدوائية لطريقتين الدوائية واللا دوائية لم تفادوا ثم تذهب للطريقة الجراحية في هذه الطريقة الجراحية يوجد طرق يوجد طريقة المنظار يدخل لك المنظار من القاضي يدخل حتى الداخل حتى الابروستات هنا ثم يدخل يلحق الابروستات هنا يدخل حوالا يدخل حوالا حول القانة سيقوم بتردق هذا العبزة أو أنه يدخل فينا الموضوع سيأتي بشكل قناة لن يجوز هذا ما يجوز هذا ما يجوز هذه طريقة الأولى الطريقة الثانية هي طريقة الجراحية الكلاسيكية التي تفتحك منها من كرشك تتحصص غيره ثم يدخل من تحت وينحيلك البروستات من بره يجب أن تعرفوا هذه الطرق العلاجية الجراحية كل واحدة فيها لديها إيجابيات التوحى وعندها السلبيات لها لا شيء يقع إيجابيات لذلك طبيب يتعرف وإلى طبيب يقول لك لا نستطيع البروستات لأن المريض لا يتحمل العملية الجراحية وماذا يفعله؟ يجعله ديساند يجعله ديساند قناوات هذه الأنابيب ويجعلهم ويجعلهم يتبدلون كل يوم أو كل ثلاثة أيام أو كل سبع أيام هذا الأنابيب يمكنهم أن يجوزهم بالتحت ويكون مع كيس ساك كوليكتر ولا يمكنهم أن يجوزهم بالفوق ديساند عبر المثانة وبعد ذلك الساك أن يجمع البول وحشاكم لذلك هذه هي الأسباب تضخم البروستات مجهولة وليس معروفة لذلك الوقاية على التحان لا نستطيع أن نعطي لكم الوسائل الوقائية اسمها بالمكتوب كيف أكتب له ربي صحيح نحن نعطي على البروستات و أتمنى أن هذا الفيديو ساعدتكم أتمنى أن تفهمتوا ماذا عن هذا البروستات وإن شاء الله سوف نتناولون مواضيع التهاب البروستات ومتع الكونسير ومتع صلاطيات البروستات في فيديوهات قادمة لن تخطي الوقت لم يكن لا تنسوا أن تشاركوا الفيديو تنشرواها لا تنسوا أن تتفاعلوا مع الفيديو تدعونا لا تقول لنا أس كو عجبتكم ولا لا لا وتجورا نقرأ في الكومنتر تقول لنا تقتلح علينا مواضيع أخرى وهذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته